تنطلق أولى رحلات موسم عمر شهر رمضان لشركة مصر للطيران غداً وتستمر حتى الثاني من يونيو على أن تبدأ أولى رحلات العودة في الثاني عشر من يونيو وتنتهي في الثلاثين من يونيو القادم وقال صفوة مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة قد أتمت كافة استعداداتها لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة دويف الرحمن مشيراً إلى أن مصر للطيران تخطط هذا العام لنقل نحو سبعين ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة